خلينا النهاردة نتكلم على تأسيس الكهرباء كمرحلة من مراحل التشطيب هنقصص كهرباء أو سباكة الأول مش فرقة بس خلينا نتكلم على الكهرباء الكهرباء عندنا دلوقتي الفيش البيزيك جدا اللي موجودة في المكان عادة لما بنستلم شايتنا بيبقى عندنا أربع فيش في القوضة بكورل كورنور فيشة أكنهم قدام بعض والناحية التانية بارلليهم أكنهم قدام بعض هل ده براكتيكال بالنسبانا؟ لا مش براكتيكال بالنسبانا لأن احنا لما نيجي نفرش عندنا مثلا الكومودينو دلوقتي لما يبقى موجود والفيشة تبقى ظهره بيبقى دايما عندنا مشكلة انك لازم تشدي الكومودينو وبعدين تدخل الفيشة وبعدين تقفل على الكومودينو ودايما مش عارفين نوصله ودايما مش عارفين نحط تشارجر الموبايل فبناء عليها لو احنا نتكلم مثلا عن الكومودينات فاحنا الفيش عندنا المفروض تبقى على ارتفاع 80 سنتي بحيث ان احنا السيرفس بتاع الكومودينو يبقى فيه سبيس فوقية وبعد كده يبقى عندنا الفيشة بتاعتنا ويبقى في نفس الوقت فيه لقم الكهرباء خلينا نتكلم على لقم الكهرباء برضو اللي موجودة لو احنا نتكلم على اول حاجة الماستر بيدروم فيه في اي قوتيل ودايما بنبقى مرتاحين عندنا الديفياتير الديفياتير ايه هو؟ ان احنا بنخش بمكان بننور بنروح من ناحية التانية اللي نتفيه كلنا اكيد شوفنا واحنا دخلين قوضة القتال ان احنا ادنا الانترنس واحنا نايمين على السيرين عرفنا نقفل الانترنس فده المفروض يبقى عندنا غالبا في كل قوضة او حتى في الريسابشن لان انا دلوقتي دخلت من برا ادت النور ومش عارف اوصل لجوه لان الدنيا ضلمة فلا يبقى انا انور وعرف ارجع اطفي من حتة التانية من غير ما ارجع المسافة دي فعندنا دلوقتي لو هنتكلم على قوضة النوم محتاجين ان احنا يبقى عندنا ديفياتير سواء بينور الاسبوتات اللي فوق السرير انا من ناحيتي انورها واللي جنبي ممكن من ناحية التانية يتفيها او بينور الانترنس بحيث ان انا اعرف اقفله لو احنا دخلين لو هي قوضة كبيرة او حتى لو فقوض الاطفال هيبقى عندنا ان اضاءة موجودة في المكان والطفل ممكن يتفيها بعد ما ينام طيب ده لو الكوموديونات طب نيجي نقول على المكتب المكتب احنا دلوقتي ارتفاعوا الابتمام 85 سنتي من 75 ل 85 سنتي او التسريحة برضو فانا عايزة احط فيش السشوار عايزة احط فيش الكمبيوتر الابجورة للاطفال ايا كان بمعنى كده ان احنا الفيش بتاعتنا محتاجين انها تبقى في ارتفاع 110 طيب اي تاني ممكن يبقى عندنا عندنا الفيش الطبعية جدا اللي موجودة في الشقة اللي هي بنيجي بنلاقيها اصلا منصبها موجود غالبا بيبقى منصبها بعد التشتيب 45 سنتي من الارض احنا هنمشي على الشرب اللي احنا اخدنا عشان ما نعودش نكسر من اول وجديد فاحنا جينا لقناها على 40 سنتي مفيش مشكلة بس هنكمل بقية الشقة في نفس المقاس لقناها على 45 مفيش مشكلة لقنا اللي فوق اللي فوق اللي هي بتاعت الكهرباء عادة بتبقى موجودة على ارتفاع 130 في ناس بتحب تحط العلب جنبه بعد او تحطها فوق بعد مش فرق كتير الفرق بس ان انت لما بتحط العلب جنبه بعد بتاخد مساحة بالعرض لما بتحطها فوق بعد بيبقى عندك مساحة اكبر ان انت تعرف تحط او تحط كده فيبقى احنا عندنا حطينا مثلا بس ماكسمم تلاتة مش هينفع نحط اكتر من كده لان اللي فلز هتبقى عالية قوي بالنسبة لنا الكهرباء دي لما نيجي نتكلم فيها كاعداء هتطلع ازاي هتطلع عندنا جيبسون بورد بيطلع لقاء خرطوم جنب الحيطة نجفة بنوستنها على المكان بالزبط لازم نبقى مستنين كل حاجة ومخرجين مخرجنا بالزبط علشان خاطل لما نعمل المحارة ما نتطرش نكسر تاني ايه تاني ممكن ننوره لو احنا نتكلم على الريسابشن نتكلم على الاباليك او حتى قوض النوم عندنا نوعين من الاباليك عندنا نوع اللي هو بيبقى على لفل واحد جنب اللوحة ودول بيبقوا فرنج مية وستين لو احنا هنعليهم لفوق بيبقوا مية وثمانين بس لو احنا نتكلم في منتصف اللوحة مثلا فرنج مية وستين طيب وعندنا اللي بينور على اللوحة من فوق او على المراية من فوق زي ما احنا بنشوفها في المعارض مثلا جيب تبقى عندنا على ارتفاع اثنين متر وعشرة غالبا هو نفس ارتفاع العتب بتاع الشقة احنا كده زبطنا مخارجنا اللي احنا نتكلم فيها اضاءة في الريسابشن او في قوض النوم عندنا ممكن في الحمامات نحتاج ايه ان المراية نفسها تنور او حتى بقى دلوقتي في الماستر بيت روم ممكن المراية نفسها زي المراية بتاعت الميكب تنور فيبقى هنخرج مخرج في وسطها من ورا التلفجن غالبا بيبقى محطوط في نص الحيطة على ارتفاع 140 نقدر نحط الفيش بتاعتنا عايزين علبتين علبة يبقى خارج فيها سلك ديش وسلك كهربا اللي هو عادي هيتوصل في الفيشة وعلبة تانية يبقى خارج فيها سلك انترنت دلوقتي السمار تيفي بقى موجود على طول حتى لو ما وصلناهوش بس يبقى عندنا الابتشن موجود عندنا فدي العلبة اللي فوق لو احنا هنحط التلفجن بتاعنا على يونت تحت يبقى الاحسن ان احنا ساعتها نحط علبتين تحت على منسوب اللي تحت اللي احنا كلمنا عليه قبل كده اللي هو 45 سنتي فلو احنا لسه ما استقرناش على الدزاين خلينا نحط على نفس الأكس علبتين فوق على 140 وعلبتين تحت على 45 عندنا تلفون وايلس مفيش مشكلة بس نعمل كذا مخرج لان احنا بيواجهنا مشكلتين مبدئيا مش شرط بنائنا على بيننا الحوائط وعلى البعد اللي التلفون يلقط في كل الأماكن فخلينا نعمل في كل قوضة مخرج للتلفون وفي نفس الوقت يا حبازة لو عملنا مخرج الانترنت لان غالبا هتيجي لسه بعد كده شركة الانترنت تقولك الراوتر يتحط في مكان معين فتبقى انت مجهز نفسك بدل ما في الاخر نرجع لمشكلة اللي كلنا تقريبا كنا بنعيش فيها السلوك اللي ماشي هو واحنا عملين نتكابل فيها من ضمن النصايح اللي حابة اقولها لكم على تجهيزات الإضاءة ان احنا فيه option ان احنا نخلي باب الشقة لما نفتحه ينور بناء نفس فكرة ببساطة لمبة التلاجة ان بيتحطوا زرار في ظهر الباب وبيقوم متوسل باللسفات اللي فوق الباب فانا لما بفتح الباب اللامبة دي بتنور بقينا احيانا كتير نحتاج ان احنا نحط كاميرا برا فعشان ما نجيش بعد كده يطلع عندنا برضو مشكلة السلوك وكل الكلام ده مضطرين نعمل ايه او الاحسن لنا نعمل ايه ناخد سلك كهربا وسلك ديش او بيبقى اسمه سلك شيلد اللي هو بيبقى واصلة ديش ومايك يعني او تليفون علشان خاطر الكاميرا تتنقل من برا تتنقل على التليفش طيب ده كده بيزيكس احنا بنتكلم فيها على الريسابشن بنتكلم فيها على قوة انه منيجي بقى في المطبخ المقساة اللي عند كل الناس ان هي تكتشف بعد ما هي قعدت في مطبخها ان الدنيا ظلمة في المطبخ ان هي علشان خاطر تحط فيش تخلط ولا اي حاجة محتاجة ان هي تحط مشترك فعشان نتفادى ده احنا المفروض من الاول مقسمين مطبخنا هنحط على الكاونتر نفسه بنحط الفيش بتاعتنا بنحطهم ازاي بنحطهم في الاركان لكنها حرف قلب فيبقى عندنا فيشة في الركن ده وفيشة في مقابلها في الركن التاني بحيث ان احنا يبقى عندنا وفي نفس الوقت بنطلع منها مخرج ينور على الاضاءة بتاعت الوحدات اللي فوق عشان نعرف نشتغل احسن على سطح المطبخ دي الفيش البيزيك اللي موجودة على الليفل دي وهيجي عندنا طبعا الفيش اللي هي في الليفل اللي تحت سواء للغسالة سواء للتلاجة سواء للووتر ديسبانسر ده كله محتاجينه وهيجي عندنا فيه اتنين بس مختلفين تانين شفات البوتاجاز شفات البوتاجاز هيبقى اعلى فهناخد له الفيشة بتاعته في ارتفاع 160 عالي بحيث ان هو يبقى وردي نعرف نحط له البلاك بتاعي ومن 160 ل180 ولو احنا عندنا البوتاجاز بلت ان فاحنا محتاجين في ظهر الفرن يبقى فيه فيشة وعلى ارتفاع 80 سنتي فيشة تانية علشان السيرفز بتاع البوتاجاز نفسه ويبقى عندنا كمان شفات المبخ وشفات الحمام شفات المبخ وشفات الحمام بيطلع لهم سلك كهرباء من برا بحيث ان هما لما يجوا يتركبوا يتركبوا في الشباك من برا وياخدوا كهربائتهم من برا ويبتدي يتوصل على كوبس اقدر اولعه لان في الاخر ان انا افضل احط فيشة واشيلها بيبقى طبعا عندي مأساة نفس الكلام يستحسن لما نيجي نركب السخان نغير الفيشة بتاعته ونركب لها زرار كوبس فيبقى بالنسبة لنا اسهل بالنسبة للاطفال علشان ما يبقاش عندنا مشاكل ونيجي بقى بالنسبة للحمام الحمام فيه المراية البيزيك جدا اللي هي فوق الحود دايما في القوتيل بنلاقي ميزة رائعة بالنسبة لنا ان احنا بنلاقي جنبنا المفاتيح بتاعت الكهرباء وفيشة سواء ما كانت حلاقة سشوار المراية بتاعت الميكب الصغيرة فبنيجي في السنتر بتاع الحود اللي هو 60 سنتي بنيجي في الاكس بتاعه 30 سنتي على ارتفاع الفيش العادية خالص اللي هي او المخارج العادية خالص اللي هي في رينج قلنا 115-130 بنيجي نروح حاطين بلوج للفيشة دي وكوبس بتاع مراية الحمام وكده دي تبقى اسهل طريقة لتجهيزات بتاعت الكهرباء بتاعت الشقة